تتصاعد الاحتجاجات الرافضة للنظام الإيراني والمطالبة بإسقاطه والتي تعد الأخطر من بين التظاهرات المتكررة منذ عام 2009 وعلى الرغم من محاولة النظام إظهار تماسكه لأن معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى يرى أن نظام ولاية الفقه لم ينجح في معالجة المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة المعهد الأمريكي وفي تقرير له رجح امتداد تأثيرات الانتفاضة ضد نظام الحكم في إيران إلى العراق وهو ما سيقوض من نفوذها في هذا البلد الذي تعده حديقة خلفية لها عبر تحكمها بالطبقة السياسية الحاكمة والمينشيات المسلحة وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على صيغة النظام السياسي في العراق والقائم على المحاصصة الطائفية منذ عام 2003 الأوضاع غير المستقرة في إيران حظيت باهتمام معهد واشنطن وعدة مؤسسات دولية حيث أكد خبراء ومراقبون أن المزيد من عدم الاستقرار في إيران قد يجبرها على التخلي عن نفوذها الكبير في العراق أو إعادة صياغته وسيكون لأي من النتيجتين تأثير كبير على مسار العملية السياسية في العراق والتي تتلقى الحكومات المتعاقبة فيها الدعم من إيران لكن في المقابل قد يدفع عدم الاستقرار في طهران أيضا النظام الإيراني إلى اتباع سياسة أكثر عدوانية في العراق وتصديق مشاكلها الداخلية إلى دول أخرى ومع وجود حلفاء لإيران في العراق يمكن للنظام طهران أن يدفع الحكومة في بغداد لاتخاذ خطوات عدائية ضد الولايات المتحدة في العراق الاحتجاجات الأخيرة أظهرت أن لا وجود الاستقرار حقيقي في إيران ما سيخلف تداعيات خارجية على بلدان تقع ضمن سيطرة طهران والحرس الثوري لا سيما في حالة العراق وهو ما سيزيد من الصعوبة التي تواجهها طهران في الحفاظ على نفذها في المنطقة بشكل عام